السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات عن مرحلة السنوات العامة برحبا بكم على قناة مصر السلزة لشرح تبسيط قاعد اللغة الانجلزية ان شاء الله لقاء جديد وقاعدة جديدة وبسحمة الله على بركة لك عدل نشوف نبدأ بحنوان القاعدة وبسحمة الله بقول لك باستها بتس العادات في الماضي العادات في الماضي بإذن الله بإذن الله خلال الفيديو اللي احنا نشتغل عليه ده النهاردة ان شاء الله هنكلمك عن الصياغات او العبارات او التركيب التي يمكن استخدامها للحديث او للتعبير عن عادات في الماضي وبسحمة الله بركة لها نبدأ باول صياغة وهي يوزدتو لها المعنى الحرفي لها كان معتادا على او كان يألف كده او كان على وضع وهيئة معينة في الماضي تغيرت في الحاضر وبسحمة على بركة لها نبدأ الصياغة اللي هنشتغل عليها لو عايز حاضرك تعبر عن عادة او وضع وهيئة كان موجود عليها هذا الفاعل في الماضي وهذه العادة او الوضع او الحالة او الهيئة تغيرت في الحاضر الصياغة بتاعتك تشغل عليها شاء الله هي الفاعل ثم يوزدتو ثم مصد الفاعل بتاعك وبتكمل لي الاخر طيب ايه اول استخدام ليوزدتو يا شباب وقبل من التكلم عن اول استخدام نقول ان يوزدتو زي ما قلنا باستهبت يعني واحدة من الصياغات الماضي او واحدة من العبارات اللي تدل على الماضي البسيط بسحمة على بركة لازم ان نبدأ اول استخدام ليها وبنقول اهابت للحديث عن او للتعبير عن لان كلمة معنا الحرف اللي هي يعبر عن للتعبير عن اهابت هابت معناها عادة انت في الماضي التي انتهت الان يعني اول استخدام ليوزدتو حضرت تعبر بها عن عادة كان بيقوم بها هذا الفاعل في الماضي وتغيرت في الحاضر توقفت يعني بطلع يعملها وتعالى نشوف المثال بسامنه لك ايه كلمة اجو كلمة من ظروف الزمان الدلة على الماضي البسيط يبقى بتأكد لك ان صغيرنا ده هي لها علاقة بالماضي علاقة وثيقة بنكمل المثال كنت معتادا على ان اقوم بعمل تدريبات صباحية وكل يوم الكلام ده خد بالك من صغيرنا طيب ايه بقى اذا زمان كان بيعمل ده ودلوقتي بتطلب تعالى ناجع القاعدة ونشوف المثال ادي الفاعل اهو ايه طيب بعد كده يوزدتو اه موجودة هي طيب مصدر الفعل وبتكمل اللهم ليه اولوز دي يا مستر اه اولوز ده زرف زمان من ظروف الزمان الدلة على تكرار الشيء ممكن اجيب اولوز ويوجد استخدام ظروف الزمان الدلة على التكرار مع يوزدتو طيب تعالى ناكد المعلومة اللي احنا بنقولها ان في الاستخدام الاولاني لها بتتكلم عن عادة كانت موجودة في الماضة غيرت في الحاضر الكلام ده متحقق هنا اهه بيقول لك والله انا كنت متعود زمان اعمل تدريبات صباحية كل يوم لكن دلوقتي لا وادي كلمة تتأكد لك ان في حاضر توقفت هذه العادة طيب استخدام جديد من استخدامات يوزدتو بيقول لك بمعنى موقف كان في الماضي وكلمة معنى حالة او وضع او هيئة انت كنت عليها تتناقض مع الحاضر يعني ايه مثل المعلومات يتقول ايه ان الاستخدام التاني هو الحديث عن وضع او حالة او هيئة انت كنت عليها في الماضي الفاعل يعني كان عليها في الماضي تناقض الحاضر يعني ما بقتش موجودها في الحاضر غاليا ايه يعني ايه مستر شوف مثال سهاج دينا من مدن الصعيد ملها بقى كانت متعودة ان المرور بتاعها كان هادي وحلو والدنيا كانت فضية وحلوة خالص واخد بالك مصياغة سهاج انا باعتبرها فاعل الله ايه ايه يا مستر الله مش لسه انا بقول لك ان احنا ممكن نستخدم ظروف التكرار علشان اعبر بها عن الصياغة ياوزد توالله طبع انت مسر فوق انت Yoji بها لي ما بين الفاعل وبين ياوزد توالله اقول لك اه هي ايه ايه اه اوزد توالله الوقت انت غيرت مكانها اه عشان تعرف ان ظروف التكرار اللي هي اولوز ذو soi especially to. آ؛و فب Earelnص وอبر. لها مكانين في قارة ياوزد توالله اما انك انت تجيبها ما بين ما بين الفاعل وباعد الفاعل وباعد الفاعل وباعد الفاعل مباشرة الهم او تجيبها ما بين يوزد وتو بتاعتها. عشان تبقى يوزد وتظهر في الزمان وتو. دي يتنفع ودي يتنفع. دي يتنفع ودي يتنفع. نقول المسأل تاني سوهاج يوزد اوفين تو انجوي. اه الله. يا مستر الصياغة دي معناها ايه بالعرب يعني? معناها ان سوهاج كان معتاد او كانت معتادة. ان الفلو بتاع الترافك بتاعها يبقى فيه فلو. فلو معناها تدفق ويسر. بطوة لكن. ناو اه اه ببلك من ناوة. تعاني حاليا من حاجة اسمها ترافك كونجيشن اللي يقولوا عليها الاختناق المروري. تمام? يبدأ وضع او حالة او ايه كانت عليها البلد او كان عليها الفاعل الاول في الماضي يعني تغيرت هذه الحالة او الوضع في الحاضر. وده كده الاستخدام التاني. طيب نروح لمعلومة جديدة وهذا شكل ايه? وهذا شكل الملحوظة. ايه الملحوظة? خد بلك من الحتة دي. قال لك تستخدم نولونجر. بدلا من ماشي? ويأتي بعدها الفعل في المضارع البسيط. تمام? لان نيوزدو بتكلم عن عادة كانت موجودة في الماضي غير في الحاضر. تمام? او وضع او حالة. طيب يبقى ايه البديل لها? البديل لها الصياغة دي. اللي هي نولونجر. نولونجر معناها بالعربي لم يعود كزا. يعني خلاص بقدر ليعمل كده زي ما بيقول. ماشي? تعالي اشوف الصياغة دي. بقول لك معناها ايه بالعربي? معناها كان معتادا على التدخين. يعني كان متعود يدخن زي ما بقوله. الصياغة دي لها صياغة بديل يا شب. اهي. لم يعود يدخن. الله. يا مستر. مش واخد بالك انت ان تقول لنا انها بتعبر عن الماضي. اه. الله. هم اللي جاب لنا الفعل هنا هو في المضارة البسيط. ليه? عشان الصياغة لازم يجي وراها مضارة بسيطة. مش محتاجين نحك اكتر من كده عشان انت ما تضل اخباطش. تمام? يبقى لما اقول تساوى عندي طيب ماشي. تعالي اشوف معلومة دي ده. بيقول لك ايه? تستخدم او او الكلمتين بالعرب كده لو عايز تقوله تاني يعني كان ام مش بعمل كده يعني بطلت يعني. في نهاية الجملة الله. ايه ده? واخد بدك من مكانهم? في نهاية الجملة بدلا من ما هنفي الفعل في المضارة بسيطة باك بحتة دي. من شوانا لما جبت انه بدلا من ما نفيتش الفعل. ما نفيتهوشي. وجبتها وسط الجملة. لكن لو هتجيب ايه او ماشي. في نهاية الجملة دي حاجة. حاجة تانية تنفي الفعل في المضارة البسيط. يعني يا مستر بص يا سيدي. المثال ده هو هو. اللي هو كان معتادا على التدخين. شوف بقى لما جبت له او اني لونجر بقيت ايه? او او. يبقى اني لونجر بداي اللي لكنهم في حاجة مهمة جدا بتحصل. انهم بيجوا في اخر الجملة. المعلومة الاولى. المعلومة التانية اللي مهمة جدا زيها. اني لازم الفعل يجي مانفي معها في المضارع البسيط. انا لما كنت بستخدم كنت بجيبها وسط الجملة. والفعل معها مثبت. لكن الكلام مختلف. ونروح لمحلومة جديدة. واخد شكل النافي. النافي ايه مستر? اه ننفي القاعدة دي. اللي هي قاعدة تعال ننفيها. ونشوف ننفيها ازاي? وعندي اكتر من صياغة ليها للنافي ركز فيها. اول صياغة بتقول لك. فاعل مع مع في المصدر هي ثم مصدر للفعل الاصلي. والله. يا مستر انت كبت ليه? احنا مش لسه قلنا ان واحدة من صياغات الماضي البسيط تحديدا طبعا. اه تمام? انت لما بتيجي بتنفي الماضي البسيط كنت بتنفيه ازاي? فاعل مع مصدر فعل. طبا هو خلاص اهو. فاعل مع مصدر الفعل. تمام? طب وما ليه المصدر ده الجديد يا مستر? ده الفعل الاصل اللي انت كنت بتتكلم عنه على انك انت بتنفيه. تمام? طب تشوف المعلومة تقول لك ايه? هو انا باستخدم النفي بتاع اللي هي دي. اللي هو باستخدمه ليه? يعني الاستخدام ده عكس اللي فوق عكس الاولاني ده. يبقى انا لما جيب باستخدمها علشان عبر عن ايه با يا باشا? عبر عن غادة في الحاضر لم تكن موجودة في الماضي. يعني ما كانش موجودة. تمام? وتعالنا نشوف نسبه بالنساء بقول لك ايه? اي راجو ها? ايه? ايه دينت يوس توهيت فاني ستوريز ناوشي داز يعني طبق المعلومة انت بتقول المعلومة اللي قدامك انا باستخدم النفي بتاع لشان عبر عن عادة في الخاضر ما كانش موجودة في الماضي اهي اي رجوع من سنة عدة مش دي دلال عالماني جميل ها ايا ديدنت يوستو هيت فاني ستوريز ما كانش متعودة تحب القصص ايه الطريفة الحلوة ناوشي داز والان تفعل عندي مجموعة حاجات ادي الفاعل ودي ديننت وديوستو في المصدر اهيت ودي هيت بعدها الفعل الاصلي ها كمل ناو الان دلوقتي ها هي تفعل يبقى دا بيقول لك ايه ان دا عكسي ومعلومة جديدة واستخدام جديد بقول لك في ايه يعني ايه قل لك الاستخدام التاني للنفي بتاع ديدنت يوستو ايه بقى ان انت تعبر عن وضع في الحاضر او حالة او هيئة ما كانش موجودة في الماضي ما كانش موجودة في الماضي يبقى الاستخدام التالي دا عكس الاستخدام اللي كان بيقول لك ايه حد الاخر خلاص يبقى اللي احنا جبناهم فوق قلنا بنعمل بيهم كزا دلوقتي يقول لك ايه لا دا ما يعبرش عن كزا ماشي طيب ونروح نشوف المسال اللي بيعبرنا الفكرة دي من تلات سنين عدت ودي كلمة ايه كلمة دلة على الماضي احيانا نحط لك تحتها خط زي هنا احيانا لأ لانها خلاص بيتواضح يعني احمد من تلات سنين عدت احمد ما كانش متعود يعيش في فيلا نا وهي ضزل هو يفعل عند الوقت هو يعيش في فيلا خلاص يبقى الوضع او الحالة او الهيئة اللي كان عليها احمد في الماضي ماشي خلاص كده اللي هي ان هو ما كانش بيعيش في فيلا لا اتغيرت دلوقتي بيجي ايه بيجي بيعيش في بالله خلاص يبقى اللي احنا كنا بنقوله وفوق من شوية شباب مع المثبتة بنقول عكسهم خالص مع اللي هي المنفية ودي المسال اللي هو ده حدامك ادي الفعل اهو ودي ودي في المصدر ثم الفعل اللي انت بتحكي عن او الفعل الاصلي انت عايز تشغله يجي في الشكل انت شافه ده في المصدر عشان نعبر عن المعلومة لقم اتنين اني انا بعبر بي بوضع او حالة في الخاضر لم تكن موجودة في الماضي ونروح لمعلومة جديدة وتشغل الملحوظة ايه اهم الملحوظة دي لكن انا عندي صياغة اخرى من صياغات نفي انا بدلوقتي بنفي نفيتها الاول لها نفي تاني فاعل مع مع مصدر الله 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 ايه ده مستر اقول لك والله ده صياغة موجودة ممكن تنفي بيها تعال نشوف المثال ونشوف المثال بعبر عن الصيغة دي بقول لك فيها ظرف زمان ده اللي على الماضي البسيط نحناها من وقت طويل مضى لم تكن معتادة لانها تبقى غالية الان هي كذلك يعني الوقتي غالية قص بقع القاعدة الفاعل اهو لم تكن معتادة لان احنا قلنا ايه قلنا يوز دي تو نفيها دي اول صياغة وده الصياغة التانية يوز دو نوت تو مع مصدر لسه في الصياغة التالتة اصبر عليها شوية وبكمل جملة الحد الاخر يبقى بقولك من خلال الجملة لقدامي ان الشيء ده مكانش موجود مكانش معتاد مكانش مألوف في الماضي ولكنه لوقتي بقى موجود الملابس زمان مكانش غالية ولكنها الان موجود وصياغات واضحها قداما بتاعنا نروح لي معلومة جديدة وهي واضحة شكلة الملحوظة وصياغة جديدة لنفي وهي فاعل مع مع مصدر يبقى انا باستخدم مين هده ده النفي التالت كده يا شباب باستخدم ونشوف المعلومة والمثال انا بدأت اشرب شاي معناها مؤخرا يعني اليومين دون يعني ده معناه ان انا مكنتش بتعاود اعمل كده زمان خلاص وده الفكرة اللي بتجوم عليها النفي بتاع يوزد تو اني بتقول ان ده ما كانش موجود زمان بالعكس بقى موجود في الحاضر فبقيت ايه جملة الصياغة بتاعتها انا مكنش بتعاود ان انا احبه زمان اهي فاعل اهو فاعل مع نيفر اهي ايه مستر اهي يوزد تو واخد بالك ان نيفر مأثرتش على يوزد جايباها زي ما هي من شوية لما كنا بنقول ديدنت كنا بنقول لكن دلوقتي مع نيفر يوزد تو قاعدة في وضاعها الطبيعي ودي لايكة هو الفعل في المصدر ودي كلمة كلمة دالة على ان نروح لمعلومة جديدة وهي وقت الشكل الملحوظة بيقول لك ايه خد بالك من الصياغة ده هي لما اقول اللي هي معناها انا كنت بتعود اروح للمدرسة في باريس شايف علامة يساوي دي ايه يساوي دي مستر دي معناها ان الصياغة قدامك دي هي لها صياغات اخرى تسويها او تراكيب اخرى ممكن اجيبها وتعبر عن نفس المعنى الاول هو معنى جملة ايه بيقول لك انا كنت متعود اروح للمدرسة فين في باريس او اعزي يقول لك انو كم متعودية ديس في باريس صح كده ده معناه انه دلوقتي خلاص الحكاية دي بطلت تمام ممكن عبر عن الصياغة دي بكم صياغة بديلة بص ياسي دي نبدأ باول واحدة ايه مستر دي انت غيرت الكلام خالص دي انت جبتلي فاعل مع 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 جراند اقول لك ايوه ايبا يوز دي تولي بتعبر عن عادة كانت موجودة في الماضي او وضع او حالة او هيئة لها صياغة بديلة اللي هي فاعل مع 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 جراند ايبا دي صياغة بديلة دي صياغة بديلة المين بديلة ليوز دي في مشكلة الحديد باتي ان شاء الله مفيش طب الصياغة البديلة بتقول ليه لك انو كان معتاد بالنسبة له او مألوف بالنسبة له او كان على وضع او حالة او هيئة زمان برضو اتغيرت ايه اتغيرت في الحارب الموضوع ده لسه مخلصش اصبر الصياغة الاولى اللي هي ايوز تو جوتو سكول ام باريس ممكن اعبر عنها بالصياغة البديلة التانية. الله. يبقى الصياغة البديلة الولى كانت ايه? فاعل مع مصدر. طيب في بديل تالت? تعالوا نشوف. الله 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 الله. انت غيرت خالصة مستقع. اه. جبت لك فاعل مع ظرف زمان من ظروف التكرار. ده هي. مع فعل في الماضي البسيط الطبيعي. خالص. وبعد كده كملنا لي الجملة. ماشي? تمام. نروح لي معلومة جديدة وهي. بس قبل ما نروح بنأكد عمله ده يا شباب. يبقى فاعل مع مع مصدر. جبنا لك لها تلات صياغات بديلة. الصياغة البديلة الاولى فاعل مع 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 والتانية فاعل مع 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 الصياغة التالتة فاعل مع واحد من ظروف التكرار مع الفعل في الماضي بسيط. نشوف ازاي ممكن نعمل سؤال على القاعدة ونبدأ باول مثال كلمة استفهام. الفاعل في المصدر ثم مصدر الفعل القصي بتاعك وكمل زي ما انت عايز. يبقى لو بصيت عليها هتلاقيها شكل صياغي. السؤال في الماضي البسيط العادي جدا. فيش فاقي تعقيد. السؤال بقول. هي متعودة تقضي اجازتها فين? تعال نشوف لو عايزين نجاوب على سؤال زي ده. كلمة استفهام خلاص ما بلهاش عازة. فاعل مساعد برضو ما بلهوش عازة. تبدأ بفاعل الجملة. اللي هو مين? اه لا. حاولنا هالشي. وبعد كده طالما دي دمشيت ترجع تسترد حقها تاخد دي بتاعتها. تبقى ده هي في المصدر. اكمل جملتك الآخر زي ما انت عاكسي. مسال الماضي البسيط. ادي ده هي و ادي وير. وكل الكلام واضح. المعنى للسؤال متى كانت اطفال متعودين هما ينهضوا مفراشهم لما كانوا في المدرسة. وبتجاوب بتقول خلاص وين ما لهاش عازة. ده ما لهاش عازة ده فعل مساعد. بتبدأ من الفعل وهذا تشدن. ماشي. يوزد. تو جيت الفكرة الجديدة والانورة الجديدة. ازاي نعمل سؤال مفيش فكرة متستفهام. مين هنا بقى هتلاقي بطل السؤال? مش احنا بنعمل سؤال في الماضي. البسيط تحديدا. تمام ايها الجملة قداما? هل زمزم كانت بتعودها انها تاكل العديد من البمبونات بقى لما كانت عمرها خمس سنين. يبقى ادي دت. ماشي اللي هو الفعل المساعد. و ادي الفاعل. وبعد كده يوزده في المصدر هي. و ادي الفاعل بتاعك اللي هو الاصل انت بكلم عليه في المصدر. ويكمل و ادي. تشوف كام دليل قدامك ان الجملة ده هي ماضي. السؤال ده ماضي. ادي ده موجودة. و ادي غوز موجودة. والكلام ده كل قدام. طيب. انا بقول هل كزا? اه تروح تقول لي نعم او لا. لو هتقول نعم تقول لي يس شي دت. الله جبتها من هنا مستغل. جبتي يس من عندي. وشي اللي هو قدامي اللي قدامك انها بدلت الفاعل مع الفاعل المساعدة و جبتهم. يس شي دت الحد وقت دي دي بنسميها اجابة مختصرة. طب بص بقى الاجابة طويلة. زمزم اللي هي فاعلة جملة. عملت ايه? جبت الفاعل اهو زمزم. وبعد كده خدت حقاها بعد ديت ما مشيت. يعني اللي جادي لها دي. ودي مصدر الفاعل الاصلي. وبكمل لحد الاخر جملتي. طيب لو هقول لا. اقول نوش. نوشي ديدنت. جبتها منين? جبت انهم من عندي. ودي الفاعل شي. وديدنت اهيه. لان انا بنفل ماضي البسيط بديدنت. المسال على بعضه كاملين بقى بالشكل ده. زمزم. وننتقل لمعلومة دي ده. بعنوان جديد. وبيقول لك اتنين فاعل معاوض مع مصدر. الله اتنين. ايه اتنين دي? والله انت نسيت ان احنا كان عندنا رقم واحد يوزد تو. اه. ايبه ده معناه ان الصياغة دي يا مستر اللي هي فاعل معاوض مع مصدر. واحدة من صياغات الباست هابتس العادات اللي في الماضي. ايوة يا سيدي. بس في فارق شاسع جدا جدا جدا. بينها وما بين يوزد تو. ليه? تعال نشوف ليه? وبس واحيب نبدأ. بيقول لك ان فاعل معاوض مع مصدر تعبر عن سلوك نمطي متكرر في الماضي. وليس عن الشيء الدائم وثباب الاشياء يعني ايه? يعني ان اقدر استخدم فاعل معاوض مع مصدر علشان اقبر بيها عن مجرد حاجة انت كنت بتعملها بطريقة متكررة في الماضي. لكنها لا تمثل حالة او وضع او هيئة انت كنت عليها. يعني ما قدرش استخدم الصياغة بتاعت فاعل معاوض مع مصدر عشان اعبر عن وظيفة انت كنت اشغالها زمان وبطلتها دلوقتي. تمام? عن رياضة انت كنت بتلعبها زمان وبطلتها دلوقتي. عن حالة انت كنت عليها زمان وتغيرت دلوقتي. انت كنت فقير وبقيت غني. كنت افيع وبقيت تخين. ما قدرش اتكلم بها عن حاجات. واضح يا شباب? لكن مجرد فعلي كان بيتكرر تنفع في وتنفع في وتعالى نشوف الدليل على كده ايه? بص يا سيدي. في الاجهزات. الله. في الاجهزات ايه عمل كم بحس في اجهزات? مام? تتعود انها هتعمل ان ايه? تعمل انها واجبة فطار كبيرة. ليه عمي? احنا في اجهزات. حلو كده? ايه اللي قدامك? فاعل مع مع مصدر فعل وبكمل. الله. اما ليه دي? انت نسيت ان احنا مش وقتنا بنقول لك ان احنا ممكن نستخدم ظروف التكرار لها حاجات دي. ممكن نستخدمها مع تمامي. انا مش وقت لسه بقول لك مع مع ان انا ممكن استخدم ظروف التكرارات معها. طيب اش معنى يعني? خلاص كده? طيب جميل جدا. في بديه بتعبر عن ايه? بتعبر عن سلوط نمطي. مش اه وضع او حالة او هيئة كانت موجودة وسبتة وتغيرت دلوقتي. طيب تعال نشوف المثال التاني. عندما كنت صغيرا. ايه بوست ادل عن ان كلمك ماضي. تمام? اي وود تو بيد ايرلي او ايوستو جو تو بيد ايرلي. اه كنت متعود ان انا روحنا مبادرين. حلو كده? جميل جدا. انا هنا في المثال اللي قدامك ده. جبتلك ما يدل علانة ينفع استخدم او او مع مصدر. عشان اتكلم عن مجرد سلوط نمطي. اه كانت متكررة في المغرب. تغيرت في الحاضر. لكن لو بتتكلم عن ثوابت. او بتتكلم عن اشياء او اخدى شكل الوضع او الحال او الهيئة اللي اتغيرت? لا. ما يكفعش غريوز طول واحدها بس. مسال كمان بقول لك فيها خمس سنين عدت. انا كنت بتفرج على الكارتون. يبقى في حاجات تشترك فيها وهي السلوك النمط المتكرر. ايه كده? لا. تعال نشوفوا الملحوظة. ايه الملحوظة? بس كده لك الملحوظة? لا يمكن ما ينفعش ابدا تستخدم مع مين يا عمي? مع الافعال التالية اللي احنا هنجيبها لك دي بعد شوية بجدول. ليه يا عمي ما ينفعش تيجي ود من الافعال اللي جاية? لانها تعبر له الافعال دي عن خالة او موقف ماشي? او وضع او هيئة. وليس مجرد حدث متكرر. يعني مش مجرد حدث انت كنت بتعمله بطريقة متكررة. بالتالي ما قدرش استخدم مع الافعال دي. هي دي كل افعال مصر? لأ انا جيب لك اشهرها. مين الافعال دي? دي بيسموها الافعال التقريرية. طيب. يعني افعال التقريرية? يعني افعال بتقرر على تقرر بشيء معين يعني. المهم نخلي بالك ان الافعال اجيبها لك جادور دي مش هي. يكون الافعال. بس انا جيب لك الاشهر فيها. يبقى مجموعة الافعال تشاهدها في جادور الدمج دي ما ينفعش تيجي معود. دي بيسموها الافعال التقريرية. فبس كده? ما ينفعش تيجي معود لانها بسموها الافعال التقريرية انها افعال تعبر المحالة او موقف او وضع او هيئة كانت موجودة في المات غيرت في الحظ. فما ينفعش اجيب معود. اجيب ما هيوزدده ما فيش مشكلة. ايه الافعال دي? بمعنى يكون او يوجد بمعنى يكلف كزا او يتكلف كزا. بمعنى يستحق. او هيت بمعنى لا يحب ومكتل عليها يكره مش مشكلة. بمعنى يوجد. بمعنى يسمع. بمعنى يحب. بمعنى يعيش. بمعنى يمتلك. يمتلك برضو زيها. يفهم. فيل يشعر بي. يعمل. ها بيمتلك. يريد بمعنى يزن. بمعنى يتمنى. دي مجموعة من هذه الفعال. مش كلها لان اممكن قابلك افعال تانية منها بعد شوية احنا احنا جابل لك هي الارشار فيها. طيب وتعال نشوف مسائل. يعني اقول ايه? اقول ايوزدددو لف ان كايرو فايف ييرز اجو. او فعل لف انا اجيب لك فعل مفعال لموجودة قدامك. اهو الفعل لف يا ايش. يبقى الفعل ده قلنا عليه من الافعال التقريرية. المعبر عن وضع او حال او هيا انت كنت عليها. يبقى الفعل لف من على فعال التقرير لذيي عبر عن وضع او حال او هيا انت كنتğan عليها في الماضي تغيرت فى الحادر. من المساعدة ده لا ينفعش اجيبه غير مع because of the I used to live in Cairo five years ago. هنا بنا ببقى يقول لك أي게 not? معناها لا. يعني لا يعني ماينفعش تقول I would live. ما تنفعش تقول I would live. يعني ماينفعش اقول I would live five years ago. غلط. ممنوع. ماينفعش ابدا. تعال نشوف مثال تاني يقول لك يبقى لا فعال لي علاقة بالمعيشة في مكان ده وضع وحال انت كنت عليها. انا كنت شغال في المكان الفقاني. ما ينفعش اجيبها معورد. ما ينفعش اجيبها معورد. كادت متعودة تشتغل في الجريدة المحلية. ما تقول ليش غلط. او عتقول لي غلط. يبقى الفعل ما ينفعش يجي معورد في فكرة الموضوع اللي هو الاشعار الماضي. مثال كمان. وين زمزم وزلت? لما زمزم كانت صغيرة في السن. اه? بيعبر عن حالة او وضع كانت عليها. كانت بنتي بقى شاية بقى شوية بقى. او كان ولد شائل زي حمزين ده ولد. تمام? ناطي. او عتقول لي ما ينفعش يقول كده للتعبير عن حاجة لها لقابين. وضع او حيئة او حالة كانت موجودة في الماضي. تعال نشوف ملحوظة. الملحوظة قبل طبعا من اروح للملحوظة بنأكد عمانوش يبال افعل قدامي دي في الجدل قدامي. ودي اللي اشهر فيها طبعا فيه تاني. ما ينفعش مستحيل تجيبها معورد. لو انت بتتكلم في فكرة ايه? وضع او حالة او هيئة كانت موجودة في الماضي تغيرت في الحال. نشوف الملحوظة ده ايه الملحوظة بتقول لك ايه? يعني ما كانش مألوف بالنسبة لي او مكنش بتحود او مكنش عندي عربية. تمام? او عتقول لي ايهوظ انتهاب. او عتقول لي ايهوظ انتهاب. الله. ليه مستر? انت مش من شوية قدرت تنفي. اه بس ما قدرش انفي يبقى لو بتتكلم في فكرة سلوك نمطي في الماضي او عتنفيها. ملهاش نفي. ملهاش نفي. يبقى لها نفي. لكن ملهاش نفي. يبقى ما ينفعش تقول لي ايهوظ انتهاب. ما ينفعش. خلاص? يبقى ما ينفعش تتنفي في فكرة ايه? العداد في الماضي. مساء كمان. اه ماشي. انت مستر جبت لنا ازنا احنا نعمل سؤال بيدمع فاعل ما يوزته في المصدر ثم الفعل الاصلي. في المصدر برضو. ما ينفعش استخدم ود للسؤال عن العادة في الماضي. يبقى زي ما ما يبقى شغو اخذ بالك. يبقى الجزء اللي قدامك ده جبت لك فيه تلات حاجات ما ينفعش فيهم ود. اول حاجة ما ينفعش تجيبها مع الافعال اللي تعبر عن وضعها وحالة او هيئة كانت موجودة في الماضي غير في الحاضر. هذه واحدة. الحاجة التانية قلت لك. دين الامسلة بتاعت. ما ينفعش ده. دي الحاجة كلها دي حاجة. طب الحاجة التانية قلت لك ما ينفعش انفوت. ما ينفعش اقول وودنت للتعبير عن عادة لم تكن موجودة في الماضي. ما ينفعش اجيبها في السؤال. يبقى تلات حاجات ما ينفعش وود تيجي فيها. ابدا. اول حاجة اللي افعله قدامك في جدر ودي بعضها. ما ينفعش تيجي في جملة منفية. الفكرة الحديث عن عادة كانت موجودة في الماضي غير في الحاضر. تمام اول عكس يعني. وما ينفعش تيجي في السؤال على عكس. تعال اروح لي معلومة جديدة وعنوان جديد. الله ده انت كده غيرت يا مستر. اه. الجزء اللي عد يا شباب لما جبنا لك وقد وقد رقم واحد. وقد كد وقد رقم اتنين. كنت بنكلمك عن عادات او حالة او وضع وهيئة كانت موجودة في الماضي تغيرت في الحاضر. دلوقتي احنا جايين لصياغة هي مع سياغة من اتنين دولة. يا اما جرنت يا اما نوم. طب ايه دولة? ايه دولة مستر بيعمل لهم ايه ومعناهم ايه وقدني ايه? الاول نشوف السياغة بتاعته. فاعل مع مع معناها اصبحها. او ماشي? بمعنى يصبح كزا. تمام? ماشي? كل دولة يجوا مع الله ده انت اجيب لي فوق مستر بي عشان العنوان مش هكفي ان انا نكتب كل دول. فنزلتها لك في القاعدة طيح. خلاص? يبقى بي دية لها بديل. بكم وجيت. يبقى بي اهي. بديلها بكم. بديلها جيت. معيوز دوتو اهي. تمام كده? خلاص كده? طيب. او صياغة تانية اسمها الكاستم دوتو? الله. طيب ما كتبهاش ليه في العنوان ايه بس? هكتب ده كله في العنوان. تمام? وبعد كده الصياغة البديل. اما جيرانت هي اما نون. تعلمونها بالراحة. يعني انا ايه? فاعل مع 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 صياغة فيها مصدر زيادا نجي او نون. تمام كده? طيب بديلها فاعل مع بكم مع او نون. بديلها فاعل مع جيت مع او نون. طيب. دي كلها لها صياغة اسمها كلمة معناها تقالفة مع كذا او كان متعود عليه على كذا او كان ده. واخد شكل العادة بالنسبة له. او بياخد شكل العادة بالنسبة له. خلاص كده. تمام? طيب الصيغة البديلة اهي. فاعل. تمام كده? مع بي. واحدة تانية. فاعل. مع بكم مع او فاعل مع جد او يعني اما دي اما دي. طيب تعال نشوف المعلومة دي بطريقة اكثر توضيحا ونشوف المعلومة. وانا بستخدم الصيغة دي اللي هي فاعل مع بكم او بديلها بكم او جد. مع او بديلها. يبقى كستم تو هي بديل او او شباب. مع جراند او نوين. علشان. to say that someone has become. has become يعني ده مضارع. familiar with something. اصبح متآلف مع الشيء او معتاد بالنسبة له الشيء فالحاضر. انده بريزن. شفت بقى. يبقى الصيغة اللي قدام بتكلم عن ايه? بتكلم عن العادة في الحاضر وليس الماضي. الشيء بقى بالنسبة لك مألوف متآلف معها. بقى بالنسبة لك familiar. متآلف معها. مش مغرد عادة عملتها وبطلتها او بتعملها او مش اقلقها. ده الشيء بقى بالنسبة لك مألوف في الحاضر. تعال نشوف المثال. احمد از ازولوجست مش دي مضارع اهي? احمد دراج العالم في مجال ايه? الايوانات. تمام? يبقى نقول يبقى بقى. عالصياغة. دي الصياغة الاولى. ان انا جبت فاعل. مع بي اهي. بس جبتلك المرة دي. طب شوف بقى الصياغة البديلة مع حد تاني. قال لك حمزة ده ايه? عالم. طيب هو مضارع اهو. تمام هي. يا ام اقول از او او بس المرة دي جبتلك الصياغة اللي فيها دي. خلاص? يبقى انا بالصياغة في الاولى بتاعة احمد. والتانية بتاعة حمزة جبتلك مرة وجبتلك مرة البديل بتاعها اللي هو تمام? واخد بقى لك دي اساسية بس انا مديها له ناسود بس عشان يخليها تفرج ما بين ما بينها هيوي الجونال. يبقى المثال تاني. حمزة ده عالم. تمام? ده مضارعه. هي. از اكاستام تو دوينج اسبرمنتس. اللي هي الصياغة الاولى ايه? هدي فاعل. ماشي? مع غير بتو بي? مع اكاستام تو مع اجران. اهي? تمام? وجبنا لك فوق الصياغة البديلة. نقول المثال تاني. حمزة ده عالم. يعني فرقت الحاضر هو. هي از اكاستام تو دوينج اسبرمنتس. او هي بكيم اكاستام تو دوينج اسبرمنتس. البديلة بتعبر لي. خلاص? عن حاجة بيت بالنسبة لك في الحاضر. تعال نشوف مثال جديد. اي ازا سيب الانجينير اي مهندس مدني. اه متألفة او بالنسبة لها عادي جدا انها تبقى برا البيت. ادي الفاعل اهو? ودي فربي اللي نسيبها ايه? تمام? ودي يوزد تو اهي? اهو. نروح لي معلومة جديدة وحاجة جديدة خالص غير اللي عادة. اللي هو فكرة العادة والتآلف والوضع والحقيقة والمشعارف ايهو الكلام ده كله حاجة مختلفة خالص. دي معناها يستخدم لي. معناها ايه دي? يستخدم لي. وتعال نشوف صياغتها ازاي? لو عايز تقول المفعول بي ده مع بربي تو بي يوزد تو. طبعا دي صياغة فيها بناء المجهول. لما اقول المفعول ده معناها وبعدها مصدر ان الشيء المفعول بي ده يستخدم لكزا. تعال نشوف المسال. بيقول لك ايه? الكاميرا تستخدم للتقاط الصور. يبقى يوزد تو اللي قدامك دي ايه معناها يستخدم لي. مش عادة ولا هاية? تمام كده? طيب. مسال كمان. فلاور. الدقيق. ملك. اللبن. شوغر. السكر. اند ايكز والبيض. ار يوزد تو. ميك كيكس. يستخدموا. لصناعة لصناعة الكيك. طبعا نشوف المعلومة جديدة. المفعول بي ده. مع بربي تو بي. مع بس المرة ده ايه جرند. يعني مصدر زادة نجي. برضو معناها يستخدم لي. بس مع الاختلاف في حكايتي ايه? هنا كنا بجنين طول مصدر. هنا نجيب فور وجرند. زي. از يوزد فور. يستخدم لي. ميكينج. يبقى هنا هو معناها يستخدم لي. مسال كمان. المقص يستخدم في القص بتاع الاشياء. وروح للمعلومة جديدة. واخد شكل ملحوظة. ايه الملحوظة? ايه معناها دي? يعني ايه معناها دي يا ميستخدم. تعال نشوف المسال عشان نترجمها. قال لك. الله 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 دي معناها مستخدم. مستعمل. يبقى لما جيب يوزد وراها نون. يبقى ده معناها مستعمل. اقول لك والله خطر جدا انت تشتري ملابس مستعملة. يبقى يوزد معنا وني اديت معنا جديد خالص. نشوف لحد الوقت احنا كلمة يوزد تكررت معنا كم مرة? اتكررت معنا حوالي اربع مرات. تمام? تعال نشوف. مسال جديد يوزد الله. يبقى يوزد وراها اسم ينفح تيجي وسط الجملة? وينفح تيجي اولها. معناها السيارات المستعملة. يبقى يوزد لما هيجي وراها نون معناها الشيء ده مستعمل. يوزد كارز السيارة المستعملة. ارخص كتير من السيارات الجديدة. وبكده الحمد لله تكون انتهت معنا القاعدة اللي كان عنوانها الاساسي. باستها بتس العداد في الماضي. ودي كلمناك فيها عن عن لكن كلمناك برضو عن حاجات تاني وصياغات اخرى. ممكن تلاقي فيها كلمة لكن ليها معاني مختلفة. ان شاء الله نتمنى ان انت تكون استفدت من القاعدة ونتمنى ان ربنا يكون وفقنا فيها ويبسطناها لك بطريقة ان شاء الله جيدة. ان شاء الله انتظرنا في مزيد من قواعدك وامنهجك وشرحك بإذن الله. ان شاء الله بمنتهى التبسيط والبساطة مع معلم خبير اللغة الانجلزية مستر روسي عزت. ان شاء الله انتظرنا في المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.